النهاردة كمان الساعة 9 ونص الصبح قبل التدريب كان فريق الاهلي كله بيخضع طبعا لتحليل رابد تاست حضركم عارفين انه التحليل طبعا المتفق عليه من قبل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة النهاردة عملوا زي ما حضركم شايفين كده في الصورة كل تحليل رابد تاست سواء للجهاز الفني اللعيبة ده النهاردة كان الصبح بيستعدوا لمواجهة امبي ان شاء الله هتكون يوم الاربع ده من المنافسات الدوري الممتازة التحليل اللي خضع للعيبة والجهاز الفني والاداري زي ما قلنا وفقا ليل بروتوكول الطبي اللي تم تعديله مؤخرا بيكشف عن فيروس كورونا قبل اي مباراة رسمية خاصة وانه الاهلي هيدخل معسكر مغلق ان شاء الله بكرا يوم التلات علشان يستعد لمواجهة امبي يوم الاربع بالليل زي ما قلنا ان شاء الله باذن الله ويعني زي ما بقول طبعا على الصعيد بقى الفني طبعا موسيماني المدير الفني النادي الاهلي كمان عقد جلسة متولة طبعا مع الكابتن سامي امصان كابتن سامي امصان المدرب المساعد للنادي الاهلي وكان موجود معنا هنا سامي امصان وبدأ يتكلم معه بشكل كبير عن اللعيبة عن جهزيته لان طبعا سامي امصان من ضمن الجهاز اللي كان موجود قبل كده طبعا مع مدرب المساعد لبيلر لكن هو بيتكلم على امور تخص الحالة التحضرية لللعبين ازاي اللعيبة الشكل الطبيعي لللعبين مستوى اللعيبة المراكز ممكن جدا يتكلم ويتناقش معه بعض المراكز خاصة عندنا مباراة امام ان بمباراة صعبة طبعا موسيماني تولى المهمة زي ما احنا عارفين من ايام قليلة طبعا انه هو بيقعد مع سامي امصان عشان يجمع اكبر قدر من المعلومات الفنية للفريق وزاي ما احنا عارفين كمان فيه بيضم خمس لعيبة كمان من تحت السن وده اللي كنا بنتكلم انه بيصعد كمان من قطاع النشئين فيه خمس ولاد موجودين معاه في قطاع النشئين قال حيتمرنوا معاه الفترة اللي جاية فعايز اقول لك الله يكون فاقونه لان زي ما انت بتقول يا سام فيه ضغوط شوية على الراجل الوقت بالنسبة له ووقت من دهب هو بيستغل الوقت دوت فيه جلسات كتيرة جدا جدا مع اللعيبة جلسات كتيرة جدا جدا مع المساعدين كابتن سيد وكابتن سامي امصان طبعا على المستوى الاداري على المستوى الفني كابتن سامي امصان بيقدم له بعض المعلومات ممكن هو ما يكونش عارفها هو كمان محضر اشكال معينة للتدريب بيبدأ ينفزها وخلينا نقول تاني وبأكد انه حتى اكيد الشكل الفني لسه مش هيظهر دلوقتي ولا حتى في مباراة امبي بشكل كبير جدا لكن انا متفائل من شكل العام للنادي الاهلي في المباراة المقاولين خاصة في الشوت الاول فيه شكل الاستحواز الاستحواز رجع تاني بشكل كبير بدأ فيه ضغط من قدام بشكل كبير فانا على المستوى الفني ان شاء الله متفائل جدا بالراجل طيب النهاردة برضو الموسماني طبعا في ظل الاصابات زي ما حضركم عارفين والاجهاد اللي بيعاني منه بعض اللعيبة في الفترة الاخيرة وفيه النهاردة خطة للمدير الفني علشان يريح بيها بعض اللعيبة فقام بتصعيد خمسة خمسة من قطاع الناشئين علشان يشاركوا فيه تدريبات الفريق الاول فارس طارق من ضمنهم عادل احمد محمد المغربي شادي ردوان احمد طارق سليمان حرست المرمى النهاردة الخمسة خمسة اللعيبة دول شاركوا في التدريبات الجماعية للفريق النهاردة كانت طبعا الميران ده كان الصبح على ملعب التتش في الجزيرة فده برضو دي الحقيقة برضو انظرة في قطاع الناشئين مهمة جدا هو بيعمل على قدم وصاق على كل المستويات خاصة بالفنيات طبعا وكمان الناجيري جونيور اجاييه واحمد الشيخ طبعا كانوا متغيبين لفترة للاجهاد ده طبعا لعبي وسط النادي الاهلي واجناح النادي الاهلي كانوا بيخضعوا ليه برنامج علاجي وتأهيلي جاهزين ان شاء الله بإذن الله لمباراة امبي اللي هتتلاعب يوم الاربع اللي جاي ده طبعا فيه منافسات مسابقة الدوري اجاييه والشيخ اتمرنوا النهاردة مع الفريق تدريبات بالكرة تدريبات في الصباح بعد تعافيهم من الاجهاد العضلي فبنقول كمان اضافة اجاييه موجود واحمد الشيخ رجع ان شاء الله بإذن الله كل اللعيبة المصابة ان شاء الله تكون جاهزة يعني باقي مباراة الدوري واكيد طبعا للاهم لمباراة الوداد ان شاء الله اكيد اكيد مع محمود وحيد برضو ظهير ايسر الاهلي بيواصل النهاردة تنفيذ البرنامج الخاص بيه برنامجه التأهيلي للتعافي من اصابته بشد في العضلة الضمة زي ما تبعته الامن اللي فاتت اللي كانت السبب في غيابه عن التدريبات الجماعية في مرون الاقل الصباحي في التتش نهاردة كمان غاب عن مباراة المؤولين اللي تلعبت الامبارح اكتفى باداء تدريبات الجاري حوالين الملعب وكان فيه جلسة في الجام تحت اشراف طرق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالفريق ده طبعا زي ما بقولك كمان على الجانب الاصباط لكن تاني بأكد على الجانب الفني ان المسيماني ماشي بصراحة يعني الوقت هو بيستغل كل دقيقة اجتماعات مع مع اللجنة الطبية او بيتكلم مع الجهاز الطبي بالنسبة للمصابين بيتكلم كمان على اللعبة الصغيرة وتصعيد خمس لعبة صغيرة كمان بيتكلم مع اللعبين النهاردة كان فيه محاضرة طويلة جدا استمرت اكتر من ساعة محاضرة فنية بالنسبة لمباراة المؤولين وده مهم جدا وبيجتمع وبيتكلم كتير المحاضرات الطويلة خاصة في الفترة الاولى اولا اللعبة بتعرف المدرب فكره رايح فيه بتعرف اسلوب كلامه ازاي ويبدأ فيه تناغم سريع جدا وعلى المستوى الفني طبعا هو مسيماني بيشوف المباراة برؤية فنية بيقول بعض الاخطاء بعض الايجابيات اللي كانت موجودة وبالتالي دوت كمان تحضير كويس اوي ان احنا نعرف بالزبط المباراة المؤولين احنا عملنا فيها ايه كويس وايه وحش عشان باذن الله اللعيبة تتعلم او تاخد يعني تاخد كده استبل قدام ان شاء الله عشان كل السلبيات ده عشان الاخطاء ما تتكررش تاني السلبيات بتتقل شوية وان شاء الله الايجابيات تزيد يعني ان شاء الله